السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا مشاهدين الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الفضاء الرياضي الذي سيكون متنوعا فيه مجموعة من الأحداث الرياضية القاصة بنصف ماراتون العيون الدولي مباريات الهوات وأنشطة متعددة ولكن قبل ذلك ورحب بضيفي الكريم عبدالله جداد مدير نصف ماراتون العيون الدولي أهلا وسهلا بك مرحبا بك زميل محمد بالتاح وجميع مشاهدي قناة العيون خاصة برنامج فضاء الرياضي في هذه الأمسية الرياضية المتميزة إذن برنامج الفضاء الرياضي الذي فقد أحد الصحفيات المتميزات ففي ببالغي الحزن والأسى توصلنا بخبر وفاة الزميلة رقي الحويدق العين تدمع والقلب يتألم ولا نملكه سوى أن نعز أنفسنا ونعز أسرتها الكبيرة والصغيرة وإن لله وإن إليه راجعون الزميلة رقي الحويدق تاريخها في السنوات عملت بجهد وتفعني في هذا البرنامج وكذلك في قناة تلوي طبيعة الحال أشاطرك نفس الحزن إن لله وإن إليه راجعون الزميلة الحويدق استقبلتها في قناة العيون منذ ألف تقريباً 12 سنة الآن 2006 2006 من بعد القناة كانت في 2014 2004 2004 الآن في 2006 يعني سنتين من بعد التحقات الزميلة الحويدق فالتحقاته هي كلها حماس كلها نشاط فلم تكن تظهروا على القناة ما كانش كاتبان الحويدق كان صوتها متميز في مجموعة من البرامج بالضبع جدد باش نشيره لمشاهد الكريم باش يعرف هذه المعلومات يعني من الأوائل الذين أعدوا هذا البرنامج الزميل عبدالله جدد صحيح من طبيعة الحال شكراً نقول لك بأنه من الأشياء الجميلة أن الحويدق كانت خجولة ما كانت تبغي 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 التلفزيون ما تبغي كذلك رغم أنها عندها إنكانيات وعندها مواهد فكانت الحدث ديال الذكرى كما شفنا الآن في الربورتاج ديال 8 مارس 8 مارس وتفق الهيئة التحرير تفقنا جميعاً أننا نهدي هذه الحلقة إلى الحويدق الله يرحمها فقدمت حلقة متميزة كانت يعني حاضرة بقوة داخل الشاشة لم ترتكب أي خطة يعني كانت تنسق بين جميع الفقرات وقدمت حلقة وابقت مستمرة معنا ومطابد الحال إلى أن وفتها المنية نتيجة عملية جراحية إن الله وإن الله يراجعون قال إنسان هذه حل الدنيا هذا حل الدنيا إنسان مكتوب عليها مش هات شابها صغيرة تمنوا لها الرحمة ووليدها إن شاء الله تمنوا لهم الصبر والسلوان وقناة العيون يعني تعزي أسرتها كذلك الصغيرة والكبيرة وكافة مشاهدي قال الفضاء الرياضي إن الله وإن الله رجع إذن بهذه المناسبة الألماء القسم الرياضي وكافة الزميلات والزملاء العاملين بقناة العيون يتقدمون بخالصي العزاء والمواساة إلى والدتها وأسرتها الصغيرة ولك برسائلنا العلي القدير الرحمة والغفران وجنة الرضوان للفقيدة والصبر والسلوان لأقربائها وكافة العاملين بقناة العيون وبرنامج الفضاء الرياضي إن لله وإن إليه راجعون جدد قبل أن نخود في مواد هذه الحلقة استمرارية نصف ماراتون العيون الدولي سنوات رغم الإكرهات وصلت لنسخة أخرى وتحديات أخرى نطبق الحال نصف ماراتون مدينة العيون فهو تظاهرة رياضية عندها عشرين سنة حين أنا أقول عشرين سنة نقولوا تجريبة وخبرة وتراكم الأفكار وأنه طفل اللي جرى معنا في عشرين سنة راه درك في الجامعة ولم تعرس ولا راه موظف يعني هذا النوع من السباقات الجماهيرية شفنا بأنه العيون تفتقر إلى مثل هذا السباق فيها كل ما هو جميل مشأة رياضية الشوارع الأزقة الفضاء ثقافة الناس كل شيء زين من رياضة مش هي كرة القدم مش هي ألعاب القوى هي كذلك سباقات الجماهيرية اللي أنه الفرق بين الماراتون وبين رياضة أخرى أنه أي رياضة كيلعبوا 11 اللاعب والكرة الهوند والباسكيت وكذا وكذا جميع كذا من هذه الرياضة كتكون جماهيرية مفتوحة الكبير والصغير القوي والضعيف كل شيء يجزل رياضة يعني أنا عندنا ثلاثة كيلومتر سبعة كيلومتر واحد وعشرين كيلومتر إذن العيون مش في غير أننا نفكرنا نضمونيس ماراتون فقط أننا دفعنا ناضلنا قاومنا باش نيس ماراتون يحضع بالاعتراف الدول جدد حتى من تكلمت على الاعتراف كيف حصل نصف ماراتون العيون الدولي على الاعتراف الدولي ولا بد هناك معايير محددة للحصول على مثل هذه الصفة صحيح تم ذلك في مؤتمر ديال الماراتونات في العالم اللي كحضره الاتحاد الدولي العرب القوى وجمعية اليامس بفضل تدخل ديال أخرشيد بن مزيان اللي هو عضو في هذا الاتحاد اليامس وممتل إفريقيا والعرب يعني مشينا الأثينا اليونان العاصمة اليونانية وحضرنا ودافعنا وكان معنا الملف قوي يعني دفعنا دفتر تحملات نعطنا الفنادق اللي عندنا المصحات اللي عندنا مستشفيات طرق اللي عندنا نعطنا لهم كامل مدينة العيون على ماذا تتوفر فالحمد لله كذلك المبالغ المالية اللي كان خصو الجوائز كذلك الدول اللي أنا أقل دول خصي شاركوه عندك ستادي الدول احنا كنشاركوه 15-20 دولة في نصف ماراتون فكان الملف دينا أمام هاد الجمعية اللي فيها مئتين وخمسين ماراتون في العالم نحن نعطي كي عطرفوا بنا من بين هاد مئتين وخمسين ماراتون في العالم اللي هما قويين وهم عندهم واحد الحمولة كبيرة جداً مجدد إلى بأس نرجع شوي للخلف نعم ونشوف مشاهد من نصف ماراتون السابق اللي تتحدث عليها على نصف ماراتون على المدار حتى الإكرارات اللي كنتو كتشوفوا وشين الأشياء الآن لأهلتكم الآنكم باش تبقوا طموحين لإنجاح هذه التدهورة الآن نتابعوا الصور ولقطاتها الخاصة بنصف ماراتون العيون الدولي الذي أصبح رقم يعني متواجد عند الاتحاد الدولي للماراتون هذا استقبال الماراتون الدورة 19 استقبال الوفود في مطار العيون حسن الأول بتشوفوا هدو يعني جميع المتداخلين جميع المتداخلين كي ساهموا في التدهورة الرياضية وأنتم كتشوفوا العدائين من جميع أنحاء المغرب جميع جهة المغرب 12 كوي كي شاركو بالإضافة إلى الدول يعني العدائين من الدول القارة الخمس وفد إعلامي كبير كذلك يحضر الإقامة كتكون في فنادق مصنفة برنامج تكون دير زيارة المنشآت الرياضية كتكون دوا صحفية نصلت في الأضواء على كل الفعاليات وعلى كل الأطور اللي حاضرها معنا هذه دوا صحفية عقدت بمقر وكالة الجنوب نتواصح فيه عقدنا كذلك بمقر مؤسسة بنكية مشهورة تعريف كذلك بال تعريف الأبطال العالمي اللي كيجيه وهذا بطال عالمي اللي فاز بالماراتون ديال إيطاليا العدائين هوات يعني نتحدث كبير شوف العلاية تبارك الله أنت ملاحفوا بالتراعة ملاحفوا بالجلابات سي الولي يشرفوا على طلاقات هذا النوع هذا كبير الكبير لك بأنه وراء الرياضة في خدمة سياحة شوف الناس غادين في العيون مدينة جميلة جداً نقية مدينة العيون ينطبط الحال خصنا كيفاش نحافظوه على الإشعاع القوي لهاليس ماراتون هاليس ماراتون كي مشي بإمكانيات وأضعف نصف ماراتون على المستوى الوطن نصف ماراتون هي شامل قرروج بركان ميزانيته ثلاثون المليون ديال الدرام احنا ما عدنا نحتره بعد ذلك الميزانية ولكن رغم ذلك كي الإرادة قوية لكما كنت شوفوا التوقيت شوف تبارك الله الخضراء كي توفير الأمل بشكل كافي أمل وطالي قوة مساعدات دارك وقاية الميدانية حتى الجمهور على أنه يساهم باحترام يعني الضيوف لو احنا كنا نشكره بالخصوص صحاب السيارات لأنهم كيمتنعون عن عركوا بالسيارات وأنهم كيفضلوا يترجلوا يتمشوا على كرعهم فهذاك الصبيحة وهذا مهم بالنسبة لنا مهم بشكل كبير هذا العالم الوطني هذي فرقة دياله رحال كيبر السل دوي احتياجات الخاصة الأطفال الأطفال السنة الماضية شركت أكثر من ألفين طفل يمثلون جميع المؤسسات معاهد تكوي المياني جميع المدارس يعني الجميع ودورها خلالك الإعلام إعلام عنده دور كبير يعني كان قنوات دولية وكان قنوات وطنية وكان قنوات العين اللي هي الأم وهي التي تخصص الحيز الأكبر من التغطية يعني نصف مرة طول العين كما قلت والصور هي واضحة أنها كتبين نفس النموذج التنموي الجديد مشي هو الشنطي ودبل فودي الشنطي للعيون للداخل للعيون أقادير مشي هو الخطوط الملكية مغربية جيف هو كذلك 200 البشر الرياضة كرة القدم نلعب القوة الدراجة جميع فنو الحر جميع الرياضات الآن إحنا فرحانين الخبر اللي 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 تحطي عليه هذا فرحانين إحنا أولا قيمة إضافية قناة العيون باش غتقوم الدور ديالها بالإضافة إلى أنه العيون تحتضين عرص رياضي الثاني من أقوار الأعرص رياضي باش نتكلموا عليه يعني حدث واللي استحق لنا نتكلم استحق لنا مدينة العيون بعد أن أكدنا خبر تنظيم مدينة العيون لكأس إفريقيا لكرة القدم داخل ألقع هذه المرة كرة اليد يعني تحظى المملكة المغربية وبدأت مدينة العيون باحتضان بطولة إفريقيا للمنتخبات 2022 بعد بإجماع تام نظرا على أن مدينة العيون احتضنت يعني 2016 يعني تظاهرة كوبرا لكأس الأنديا البطلة وكذلك كأس السوبر الإفريقي الكل ذهب مرتاح نظرا للقاعات المتوفرة نظرا للبنية التحتية والمنشئات نظرا حتى للحضور جماهيري وكذلك مجموعة من الأشياء لأن التنظيم ما هو فقط في القاعات حتى البشر حتى الكفاءات المحلية أكدت على تواجدها الجميع يعني يد في اليد من أجل إنجاح من هذه التظاهرات وهذا أكيد كما جاء كذلك على لسان رئيس الجامعة الملكية المغربية الكرة ليد الحنفي العدلي على أن النجاح جاء من منذ 2016 يعني كل كان ينتظر مدينة العيون أن نتنظم مثل هذه التظاهرات هذا بالتحكي يعطينا بأنه العدل الحنفي لما ترأس الجامعة هوئي بالمدينة سمارة أبى إلا أن يجعل من الأقالم الصحراوية قطب رياضي الشعاعي كبير ها هو جابنا ذاك نهار سنة 2016 كأس إفريقيا للأندية البطلة الآن كأس إفريقيا الكرة لية كذلك بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات اللي غادي ترافق هذه التظاهرة إذن مدينة العيون الحمد لله بفضل هذه المنشآت اللي سهمت في المجالس المنتخبة بشكل قوي أصبحنا يعني لا ينافسنا أحد من ناحية جهيزات الرياضية لا ينافسنا توجد كذا الكفاءات وتوجد الشباب منطقال لأنهم على جميع 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 الأدوار اللي يقوموا بها ونجيبوا شركات ونجيبوا مؤسسات على بره عندنا في مدينة العيون عندنا فنادق في المستوى طرق في المستوى وسائل النقل في المستوى ربط جوي مباشر مع جميع دول العالم هذا هذا هو لكي شجاع باش أن الرياضات تكون في قلب النموذج التنمو الجديد اللي هو شعار نسو ماراتون العيون هذه السنة نقل جائما في نسو ماراتون العيون صباحة اليوم كانت ندوى صحفية والصور التي سنتابع الخاصة بهذه الندوى الصحفية التي عقدت اليوم بالتعريف يعني 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 يأتي مع الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء يعني بالتعريف بآخر تطورات الخاصة بهذه النسخة الجديدة لنصف لنصف ماراتون العيون الدولي تعاون كبير كذلك الكل كده على أن ستكون يعني هناك أشيء أكبر نظرا لنجاح الدورات السابقة النسخة العشرين لنصف ماراتون العيون الدولي باستراتيجية جديدة بأفكار جديدة متجددة بتجارب جديدة بتعاون مع ماراتونة أخرى جدد يعني كإضافة هذا اللقاء لم يكن لقاء صحفي هذا اللقاء تواصلي مع اللجنة المنظمة لأنه عندها تبيض حاليوم اجتماع كذلك هو لقاء اليوم تم مع اللجنة المنظمة وفي نفس الآن تم لقاء ثاني اللي هو كان نشوفه مع اللقاء ثاني اللي كان نشوفه المضبط في مقر الولاية كيف ما شاهدتو في الصور اليوم تتواصل اجتماعات تحضيري لنصف الماراتون العيون اللي ان شاء الله قد نحتافله بالنسخة العشرين اللي كانتمنى أنها تكون نسخة مميزة نسخة آآ تعطي القيمة الحقيقية لهذا النصف الماراتون هذا على المستوى الوطني آآ فيما يتعلق بالمجال الإعلامي فإحنا كنشتغلوه على مجموعة من المحاور مجموعة من لقاءات الإعلامية اللي غادي تبين آآ نصف ماراتون العيون وتبين مدينة العيون وما تتوفر على المدينة العيون الممكانيات وذلك من خلال التواصل مع مجموعة من القنوات التلفزية اللي غادي تكون حاضرة معانا ان شاء الله دولية ووطنية وكذا مجموعة من المواقع الإخبارية سوال على المستوى الوطني وكأكيد على المستوى المحلي اللي كان اعتبروا أن الصحافة المحلية هي الركيزة الأساسية وهي الإعلام والناطق الرسمي بالاسم هذا الماراتون نحن العنصر النسوي جنال حضور في سمي ماراتون الإدition بالنسبة لنا شفنا بزاف ديال شفنا بزاف ديال الحواج اللي تقدرت بالعنصر النسوي وخدينا اللاماس باش أننا نأخذوا نفيزيو على السوش ديال النساء في الرياضة نحن بصدد تهيئ للنسخة عشرين من نصف ماراتون العيون الدولي هاد نسخة اللي كتنضم احتفاءا بالذكرى 43 لذكرى المسير الخضراء المضفرة طبيعة الحال ككل سنة الجهود متواصلة لإنجاح هذه الضورة طبعا بالخيرات جميع الفاعلين ولاية العيون سرخي الحمراء مجلس الجيهة مجلس البلدي لمدينة العيون مجلس الإقليمي كفة شركاء الذين يساعدون النادي من أجل إنجاح هذه التظاهرة كما هو معلوم اللجنة المنظمة عملت على تهيئ كل الظروف الملئمة لإنجاح هذه الدورة التي نتمنى أن يشارك فيها جميع ساكنة العيون ومجموعة من العدائين الدوليين وكذا مجموعة من العدائين الوطنيين نتمنى أن تضاعف الجهود لإنجاح هذه النسخة للإشارة الندواء الصحفية ستعقد يوم الأربع لقاءات تواصلية من بين هذا اللقاء التواصل لأعضاء اللجنة المنظمة إضافة للقاءات أخرى التي جرت اليوم تحدثنا عليها جداً مع الولاية مع مجموعة من الشركات اللقاء اليوم في مقر الولاية مع جميع رؤساء المصالح برئاسة سيد الكاتب العام وهذا في ذات علمات السيد الوالي سيد الوالي اللي يقدم يعني مواقف شخصياً وكيتبع جميع مراحل لتنظيم هذا السباق اللي غيرتزامن أولاً مع احتات رياضية كبيرة غيرتزامن مع منتدى رجال أعمال المغاربة وفرنسيين واللي غيرتزامن كذلك مع تنظيم بطولة كبيرة في رياضة الجيتسكي مع تنظيم مقابلة استعراضية يعني أنه الأحداث ديال إن شاء الله الاحتفال بالذكرات المسيرة الخضراء بغينا أننا نبينه المشروع الرياضي وتم موقعه في الأقاليم الجنوبية إذن الاجتماع اليوم كانت فيه تعليمات واضحة بشأن جميع المصالح على مختلف مشاريع بها ستقدم داعم وتقدمه سنة كما شفتوا اليوم البلدية العيون بدأت في تزيين الشوارع وغادي يكون هناك الأعلام ديالدول المشاركة بالإضافة إلى الانطلاق الخاص هذه السنة بالأطفال اللي غا تكون في شارع مكامة بين فندق المسيرون مكتب وطني الماء سريح الشرب واللي غا يشارك فيها ما يزيد من 1600 عدة وغا تكون فيها صابيحة للأطفال وهي بالمجان في الهواء التلق باش اللي يداد ديالنا يفرحوا ويسعدوا ويعرفوا ما الذي نقمو به والذي نقوم هناك أخبار حصرية دائما مسألة عنها نوعية المشاركين الأهداف دياله السنة نوعية الجوائز إضافة لأن هناك واحد المسألة اللي شفناها لأن المرطنة الأخرى كتكون جمعيات ولكن هنا نادي شباب السق الحمر هو المنظم من هذا المسألة صحيح أنه الآن أمامي أمامي الآن لا إحدى العدائين الدوليين 12 دولة لأكدت المشاركة ديالها بالإضافة الخمسة دول أخرى اللي هي دول من مثلا كين موريثانيا هادو هذا الآن متعاهد دولي كيجي من 12 دولة ولكن كين عدائين اللي كيجيوا من دول أخرى نحن نتكلف بهم بشكل مباشر وعدنا معهم علاقة شراكة ماراتون مرهاكش ماراتون فالانسيا ماراتون ماراتون لاس بالماس اللي غادي حضر المدير ماراتون لاس بالماس إذن كده ماراتون وذيبو يعني هذي كلهم تدورة رياضية نحن نتحدث عن الرياضة العقل السليم في الجسم السليم اللي غادي يجيوا يكتشفوا مدينة العيون وكتشفوا الدورة عشرين اللي كانظن إن شاء الله غايتكون متميزة بأشياء كثيرة عدنا فرسكوم بأنه البارح يوم الأحد في فالانسيا تحطم الرقم القياسي العالمي لنصب ماراتون كان ساعة ودقيقة الآن نصبح 58 دقيقة فاصلة صفرة سعود إذن هذا توقيت لتحطم رقم قياسي منذ سنوات لم يتم تحطمه أيام ستتحطم في فالانسيا وإحنا كنتبتنا علاقة مع فالانسيا اللي إن شاء الله غادي جو إذن عندنا الدول الحاضرة بقوة كينيا بربعات العدائين وإثيوبيا كذلك بربعات العدائين وهذا بربعات العدائين إثيوبيا والكينيين اللي هما جايين من بلاد بعيدة حتى يعني غادي 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 تنافسوا من أجل تحطيم الرقم القياسي ديال العيون وهذا مهم جدا على المستوى الوطني كيبقى توقيت ديالنا دائما ممتاز العدائين الوطنيين خذكم تعرفوا بأنه عندنا شاكيب الشقر ومجدي حيسوف هذو جوش ديال العدائين من أبناء مدينة العيون وهما ساكنين في إسبانيا فازوا ببطلات إسبانيا ثلاث مرات وسيشاركون في مدينة العيون إن شاء الله اللي يجوا ويحضروا بالإضافة إلى مجموعة كينا كلتون بوعسرية عزيز الحبابي عبد الناصر عبد العزيز مرزوق بزف زف زف ديال العدائين أبناء مدينة قلميم اللي هما في الخارج هما عدائين قوين بالإضافة لأمعرير اللي هو ممتل السفير ديالنا كينا العداء بني عائشة وهذا مهم جدا واللي هو كيف رحنا أنه بني عائشة وقعت لنادي شباب سقي الحمراء هذه السنة قسكم تعرفوا بأنه سيد سقي الحمراء يحتلوا الآن الرطبة 41 من بين 250 ناديف إلى المغرب وللإشارة لأنه امعرير احتل الرطبة الثانية في هولندا في هولندا إذن هذا امعرير كيمشي متل مدينة العيون في كل السباقات وبقميص شباب سقي الحمراء كينا رقي المقيم حتى يا كذلك اللي بنت مدينة سمارا اللي غادي تجي بنت مدينة قلميم عايشة بنت مدينة سمارا عبد الناصر كذلك موراد يوسف ناصر يعني أسماء متعجد ياسر من الأسماء وبالاسماء المضمار المضمار فيه تغيير طب بطلحال كي ما كتشوفو هادي لأول مرة كان ديروا سباق دير ثلاثة كيلومتر وهادي السباق دير ثلاثة كيلومتر هادي خاص لوليدات ديال اللي يوليدات الصغار ما بين عشرة سنوات تسع عشرة سنوات حضا عش تناعش لتتاش أربطة عشرة سنة بالإضافة العنصر النسوي العلايات تعرفوا بأنه هادي البلدي عنده يعني الملاعب القرب فاريخ كبير ما يزيد من ثمانمائة مرأة إن شاء الله ستشارك فهد 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 لامارش لامارش اللي هي كيتخطو على مدار جديد وبإمكانيات مواصفات جديدة وباش ما يخلق ما يخلقوش مشكل في عرقلة السير هذا كذلك سبعة كيلومتر اللي أصبح بعده هذا الآن سبعة كيلومتر خسكم تعرفوا أي عداك يشارك سبعة كيلومتر ما يمكن ليش يغش تريق لأنه عنده واحد لابيس إلكترونيك عنده 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 صدرية وصدرية مرقمة إلكترونيا لا بدخسو يتخطى من ثلاثة ديال اللي بيبان إلكترونية ديال المراقبة إلا ما تخطى منها ما غاديش يبان سمية دياله فلاريفي وما عندوش زائجة إذن هذا هذا بالنسبة سبعة كيلومتر اللي أنا فيه جوائز مدية بالنسبة الواحد وعشرين كيلومتر هو هذا السباق الكبير ديال واحد وعشرين كيلومتر اللي هو كتعرفوا بأن السنة الماضية يجبنا خبير دولي سحمد طناني واللي درنا القياس ديال ديال الطريق واحد وعشرين كيلومتر في يومين باش أعطانا الاعتراف الدولي ديال الطريق اللي بدنا نتيجتها الفيضان ديال واد السقية الحمرة فلذلك هاد المطاف جديد كذلك ومطاف يعني مولوغي ومغيم كليناش نبدلو لأنه الاعتراف الدولي وإن شاء الله في واحد وعشرين كيلومتر اللي هي جوج ديال المليون السنتيم الفائز الأول في الظكور وجوج ديال المليون سنتيم فائز الأول في الإينات بالإضافة 3000 درهم بالنسبة سبعة كيلومتر للإينات ولا الظكور الظكور بالنسبة الكبار زدنا هاد السنة خمسة ديال الجوائز اللي يصبحوا خمسة عشر جوائزة مادية وبالإضافة الليبنات كذلك باش أننا نحمسوهم وباش نجعلوا الرياضة كما قلت لك مشروع يساهموا في التنمية ونعطيه لمدينة العيون كما يقولون الآن جميع أنا حضرت يامس في ماراتون ديال دربي وكان هناك اقتصال كبير الجميع يرحب مدينة العيون الجميع قال لك واخا نجو نجو في الكار نجو على كرا هنا يريدون المشارك لا بد يجو يعني نشاط كبير اجتماعات يعني بكري وعشي وفي الليل يعني هاد العمل متواصل من أجل نجاح النسخة منخرط المؤسسة التعليمية وعندنا مقر رئيسي في مدرسة جيد بن تاشفين معاهد كويل المهاني معاهد جامعة بنظور جامعة دولية يعني الجميع منخرط معاهد الفلاحات تشيبو الرياضة تشيبو الوطني الانعاش الوطني كله متجنيد باش ان شاء الله تكون واحد انطلاقة انيقة انطلاقة وانتميزة ان شاء الله وانتمنوا ان شاء الله يساعد نلجو باش يكون واحد انطلاقة مزيانة فيها يعني مشي الهدف هو الكم هو ان نشاركه بخمسة الاف والعشر الاف ولكن الهدف هو ان يكون سباق نقي سباق يمثل في العمق ان مدينة العيون هي مدينة رياضية ومدينة اللي كتبغي الرياضة بعمق باش لنا عندنا موضع متعددة عندنا مثلا لدور الشارك اشخاص يحد الان ما كاتب تسجيل منذ اليوم الاثنين وفتتحت على مستوى مجموعة من الاحياء في مدينة العيون في حديقة للا فاطمة مدرسات يزو التجفين في دور الشباب كلها فتحت كذلك في سوق الجمال في جميع الاماكر في ساحة تشيرا مدخل شريع بكرا ساحة ساحة البيضاء في الامال في العودة مجموعة من النقاط اللي عليه هو انه يعمروا واحد الاستمارة وخسكتعر بي انه هذي المغرب كيشاركويا مشحنا في الرباط في الدار بيضاء 150 درهم اللي كتشارك احنا ديرين بالمجال اللي تشجيع الناشئة على الممارسة الرياضة جدد يعني في كلام قبل منين قطعت عليك كانت واحد المعلومة باش تقدمها لأي واحد دور الشارك باش يعرف على انه كاين آلات وكاين اشياء اللي تأكد على انه تخطى من ذلك المكان باش النتيجة من تكون بدنا العقد يامس في الدار بيضاء مع شركة راس تايمر اللي هي مقعة كذلك عقد مع الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وهذا الشركة مختصة في الترقيم ومتابعة الكنترول ديال العدائين يعني العداء من الانطلاق دياله هو صدرية إلى ساعة يوصل وأكتر من ذلك عندك الابليكاسيون في الايفون في أي نوع من تليفون يمكن لك تبع مباشرة مباشرة النتائج في التليفون ديالك الانية احنا الان غادين اكتر من ذلك نحاول ننفروا شاشة ان شاء الله اللي تكون شاشة أمام يعني نواتي الدكية اللي تكون عاملة باش نتابعو مواقع تواصل اجتماعي ناشطة يعني هذه العملية مش سهلة ولكن تكون في مالية كبيرة ولكن دخلة في دفتر تحملات ديال الجامعة نظر الوقت تشدد اللي غادرنا الآن نترك لك كلمة مفتوحة كلمة مفتوحة ولن غنخليني اسم ماراتون وهي الدعوة مفتوحة الجميع من جديد وسأتحدد بصفتي معيد برنامج فضاء رياضي نبغي باش نهني انفسنا بالنضاء اللي كيقوموا به الزملاء والزميلات في قسم القسم الاخبار وقسم الانتاج اللي كينجو برنامج الفضاء الرياضي 52 دقيقة في كل أسبوع واللي كتدير كل ما يتعلق بالأنشطة الرياضية في الأقاليم الجنوبية بالعكس نحن نقوم وحتى بيعني إبراز الإكرهات ماشي كنقوله غارة هذا مزيلا حتى الإكرهات متواجدة ملاعب ضعيفة قوة كده ما كيش إذا نحن قناة العيون وفضل توجهات دي المدير المركزي سيد دمو محمد الأغضاف اللي هو يعني في متابعة مستمرة باش أنا ننتجو مادة إعلامية جيدة متميزة من أجل الرياضي تتميز بالقرب تتميز أولا بالقرب ثانيا أنا نشهره ولداتنا وشهره تبارك الله على مستوى رياضات متعددة كرة القدم ألعاب القوة الدراجات تيكواندوف فنو الحرب أبطال أبطال تخطوه نتيان إذا 14 سنة من النضال و14 سنة من الصمود بدون توقف هذا البرنامج الوحيد اللي هو بحاله بحق اسم الأخبار بحاله من صلاة الأخبار لا يتوقف كل اتنين موعد المشاهدين مع برنامج قناة العيون واللي انتمنوا إن شاء الله أن الناس والمشاهدين دينا يتواصلوا معنا وأنهم يعني شجعوا برنامج الفضاء الرياضي اللي هو منفتح على الرياضة والرياضيين إذن شكرا جدد عبد الله كما نؤكد ونضيف على أن البرنامج منكم وإليكم لأننا نرحب بالجميع ونرحب يعني بأي شيء يمكن أن يفيد في إعادة وإثبات الدات والرقي بالمجال الرياضي في كافة الأنواع الرياضية الآن دورة تكوينية أخرى منظمة من طرف اللجنة التقنية الجاوية لعصبة الصحراء المدربين الحاصلين على رخصة المزيد في هذا الروبرتاج والتصوير بعدسة الزميل الحنفي بيبا الإدارة التقنية لعصبة الصحراء لكرة القدم تحت إشراف العصبة وعلى مدى ثلاثة أيام بقاعة الحزام وملاعب الجماعة الحضرية بالعيون نظمت دورة تكوينية للمدربين الحاصلين على الرخصة السي من أجل إعدادهم للحصول على الرخصة تفاؤل كبير وتعاون وأفكار ونقاشات ودورات نظرية وأخرى تطبيقية لمدربين من مختلف الأقاليم الجنوبية من طاعة حتى الداخل دخلوا غمار التدريب وعينهم الوصول لأبعد الدرجات لإفادة لإفادة الممارسين لكرة القدم وفق أسس علمية سليمة تساعد على الرفع من مستوى الممارسة الكروية التي ستعطي أكلها نظرا لوفرة الأطر التقنية المكونة التي أثبتت وجودها قبل التكوين وما بالك بعد الإسفادة من الدورة التكوينية تحت إشراف أطر مكونة يتقدمهم المدير التقني الجهوي المامي السملالي بمساعدة سيد علوات المهير وسعيد الجمالي مثل هذه الدورات ستساهم في الرفع من مستوى هؤلاء المدربين هذه الدورة التي ترى تكوين الرقصة التي تتكوين لسانس التي تتعامل على جميع الأطر التي تتوفر على لسانس في تعامل خاصة يدرون هذا الرقص لكي يكون لديهم الحق لكي يدوزوا لليسانس بي وصيرتوا يجدوا لليسانس لأن لليسانس عندها مدة دي العامين وتسالي إذن نحن ننتهزنا هذه الفرصة في بداية البطولة بطولة دينا لكي المؤطرين يعدوا واجدين لكي يدوزوا لليسانس بي اللي إن شاء الله سنقوموا فيها في الأسابيع والله الشهر القادم إلى وفد عليه الكاف إن شاء الله ونحن كنواجدوا دابة فيهم باشي عدوا على الأقل عندهم الشرط اللول اللي هو تجديد ريسيكلاج ديال لليسان سي كاربو نشكر الإدارة تقنية العصبة صحراء كورة القدم اللي دارتنا هذا الريسيكلاج اللي هو تذكير ديال لليسانس سي لأنه إذا لديك هذا الريسيكلاج ميمكن لك دوز الليسانس بي تقريبا نظرك عن نوفات من دومي الكنز وخاص هذا الريسيكلاج باش نجدوا لليسانس سي باش نجدوا نزوز لليسانس بي والله يوفق الجميع ونشكر العصبة اللي تفتح للمجال ديال الاسطاج اللي كي أهلنا للبي والحمد الله استافنا مليون الحصة ديال التدريبية اليوم والمحاضرة اللي دالنا السي باش نزكيوا ديك التستاصيون ديال السي باش تخولنا باش ندوز الديبلوم بي الحمد لله جميع الأطار اللي كانت لدوز الديبلوم بي الحمد لله كل شي كانت توجد الآن وكنشكروا لإدارة التقنية على هذه البادرة هذه إذن الدورة التكونية مهمة للمدربين مؤطر شعب سيدي محمد هيارة أعد العداء لمدرسة ملعب السلام لفتياء صغار يعدهم للمستقبل إذن زرنا مقر هذا المدرسة بملعب السلام التابع للمدير القليمي من وزارة شباب الرياضة من مدينة العيون المزيد من التفاصيل عن هذه المدرسة في هذا الربورتاج والتصوير بعدسة الزميل بيباء الحنفي مدرسة رياضية لكرة القدم تهتم بالنش بملعب السلام التابع للمدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بالعيون العمل الجاد والهادف مواهب كروية تكتسب الأباجدية الأولية للممارسة الكروية إضافة للجانب التربوي مع مساهمة الأهل في إنجاع هذه التجربة الرائدة المؤطر سيد محمد يار وبكل تجاربه التي راكمها يعمل من أجل إعطاء الفرصة لهؤلاء الفتية الصغار من أجل إبراز مؤهلاتهم إضافة إلى الاهتمام بدروسهم ومكتساباتهم العلمية إضافة لمساهمة الأهل الأباء الأولياء في هذا النموذج الناجح الذي يعتدى به في مدينة العيون والصور تظهر الفرح الإبتسامة والنظر المستقبل لهؤلاء الصغار من أجل إثبات نفسهم في كرة القدم المحلية الجهوية ولملاء الوطنية إذن مدرسة السلام تنجح في إثبات ذاتها وإعطاء نموذج حي لباقي المهتمين بمثل هكذا تجارب رائدة للاهتمام بالفتية الصغار من أجل إنجاح تجربة رائدة تسمى ملع السلام أو مدرسة السلام لكرة القدم مدرسة السلام أو مدرسة الرياضية السلام مدينة العون وملعب القرب السلام تأسست لهذه مدة خمس سنوات الهدف انطلاقا من المقولة الشهيرة للعلماء في الرياضة والتربية البدينة هو أن الرياضة وسيلة والهدف والتربية نطلقنا على أساس أنه هذا الناشئ أو الأطفال أنه يتكون واحد تكون علمي محظ انطلاقا من المبادئ الأساسية من خلال العمل المباشر الولي السيناس كيفية التعامل مع القرى التواصل التتبع ديالهم في الدراسة ديالهم التواصل مع الأباء ديالهم سواء داخل المؤسسة هذه مؤسسة التربية الرياضية أو في الفضاء العامة التربية والحمد لله عليها لأنها تعطي للتريك فرصة بشي مارسوا الرياضة والرياضة سلوك في نفس الوقت تكميلي للمدرسة لأنهم في تكويل المدرسة دائم بشكل دائم الوالدين ما عندهم إمكانية ذاك الترفيه وكانوا بالنسبة لنا هذا النادي السلام أخلاق هذه الفرصة البديلة وفي نفس الوقت لأنه مكون جزام الله خير المشرفين هذه مكونين وفيهم نوع من الانضباط والتربية لمتممة العمل المدرسي من المسائل التي أخلتني أجيب للمدرسة السلام أولا الأطر العاملة بالمدرسة التي تميز بالكفاءة والمرضودية والإبن ديالي هذه ثلاث سنوات وكي مارس كرة القدم بالمدرسة مجموعة من الأمور تطورات فيها أولا من الجانب البيداغوجي من الجانب التربوي من جانب الاهتمام كذلك واللوجيستيك المدرسة فيها مجموعة من وسائل ديداكتيكية من الوسائل التي تساعد الأطفال باش يطوروا المهارات ديالهم يعني مجموعة من المسائل يلي خلتني نجيب لإبن ديالي أنا كنت نلعب ياك كنت نلعب و جيت لهذا الملعب باش نعود لععاب كبير وخرجت واجبات وخرجت تماريني وكل خلص أنا جيت هون كاني مات لتنلعب في الزنقة ونتعلم الكثير من الأخلاق الزينا ونتم نخرج واجبات عاد نجي هون أنا فرحان بياك اللعب في هذا الملعب وكنشكر أولياء أموري وكنشكر لأستاذ يارا ولكن خاصنا نتمو نقراه وكنشكر كل اللي كان هون أنا جيت لاتنلعب بس نلعب مزيان بياك في الزنقة بس نعود ما نلعب في الزنقة نعود نلعب هون مزيان أنا أنا بغيت نجي هون لا باش نلعب ما ندل تصارى و ونلعب ما نتفات مع صحابي ونحترم القوانين ديال الملعب أرى لا تختلف للفتية الأولياء والمؤطرين من أجل إعطاء الفرصة لإنجاح مثل هكذا مبادرات والتي يجب الاهتمام بها والعناية من أجل أن تكون نموذجا يحتدى به في بقية الأقليم الجنوبية مدرسة السلام انطلقت انتظرها في المستقبل القريب إذن نموذج يحتدى به في هذا المجال نتمنى التوفيق لمثل هذه التجارب في بقية الأقليم الجنوبية الآن إلى كرة القدم فريق شباب المسيرة تعذل خارج القواعد أمام المغرب الفاسي والنتيجة هدف مقابل هدف جعلت الفريق يحتل الرطبة الثالثة عشر بخمسة نقاط المباراة المقبلة لفريق شباب المسيرة يوم السبت ضد فريق أولمبيك الشهر نتمنى توفيق لفارس الصحراء فريق آخر متعلق رغم النتيجة السلبية خارج القواعد ضد الاتحاد الاتحاد الإسلامي الوجدي ولزيمة بثلاث هدف مقابل هدف واحد كان أداء كبير لفريق مردية الداخلة وكان قريبا من تحقيق نتيجة أفضل لكن عندما تلعب يعني المهم هو الأداء لم يكن هو السيطرة أو مثل هذه الأشياء تعطي النتيجة النهائية نتمنى توفيق لفريق مردية الداخلة في المقابلة المقبلة ضد اتحاد البيضاوي بقيادة مدربه عمر الأشقر إذن هذا فيما يخص فرق الأقليم الجنوبية الآن إلى منافسات القسم الوطني الأول هو تفريق مردية العيون حق الأهم هو الفوز على أدراء أطلانتكسوس والنتيجة النهائية حدف دون مقابل ملخص لأهم أطوار هذه المواجهة في هذا الربروتاج والتصوير بعدسة الزميل نيماء لمغيفري مردية العيون صاحب التجربة والأداء الكبير لعب هذه المباراة ضد فريق أذراء الأطلانتكسوس الفريق المحلي الذي نور وحاول مباغذة حارس مرمى الزوار كما هو الحال لعب النسبة الزوار الذين كانوا منظمين على مستوى الدفاع وكذلك وسط الميدان مع لاعب الكرات الطويلة في الشوط الأول الجولة الأولى التكافؤ بين الجانبين لتنتهي هذه الجولة الأولى بسفر لمدل والغطار تظهر يعني امتلاء وسط الميدان الصراع كان بين الفريقين من يمتلك وسط الميدان بين الجانبين حيث حيث استطاع كلا الفريقين تضييق المساحات والضغط على حامل القرى إضافة إلى التكتل الدفاعي والعودة السريعة للدفاعات بالنسبة للمولودية وكذلك بالنسبة لأذرار أطلنطيك سوس لتنتهي الجولة الأولى بالتعادل السلبي سفر لمثله بين مولودية العيون وأدرار أطلنطيك سوس ليتأجل الحسم بالنسبة لهذه المباراة للنصف الثاني من هذه المواجهة واللقطات تظهر الروح الرياضية والقتالية بين الفريق لاعبي الفريقين إذن فريق أدرار أطلنطيك سوس دخل الجولة الثانية بحثا عن مباغثة مرمى الحارس جواد الذي كان حاضرا إضافة للدفاع لكل من جامع وكذلك حمزة هو جواد إذن لعبي المولودية في الجولة الثانية سيتمكن من تشجيل الهدف الوحيد والأول هنا منير والمحجوب أجف يشجل هدف ثمين هدف يعني ثلاث نقاط هدف يعني الصدارة إلى جانب فريق رجاء أقدير إذن نهاية هذه المواجهة بهدف دون مقابل هنا مطالبة فريق أدرار أطلنطيك سوس في الوقت البدل الضائع بركلة جزاء لكن قرار الحكم النياء ركنية ورغم المحاولات كان دفاع قوي للمولودية لتنتهي المقابلة بهدف دون مقابل إذن الحكم الذي قاد هذه المقابلة نوفل ناشط الذي تعرض لحادثات السيير الصباحة اليوم في مدخل مدينة وارزازات نظرا للسيول الجارفة ولكن الحمد لله على سلامة الحكم ناشط نوفل الآن نبقى دائما في الملعب البلدي بالمرصى هذه المرة مقابلة جماعة بين مستقبل المرصى وفريق رجاء قدير المتصدر هذه المواجهة انتهت بالتعدل سفر لمثل المزيد في هذا الروبرتاج والتصوير بعدسة الزميل نيماء لمغيفري مستقبل المرصى رجاء قدير المتصدر الرجاء جاء لمدينة المرصى من أجل تحقيق الفوز المستقبل هذا الأخير الذي عرف كيف يجار هذه المباراة بفضل تجربة المدرب أحمد كريم الضرباني بمساعدة عزيز السعيد ورجاء قدير المتصدر الذي يعود بقوة من خلال منافسات هذا الموسم بفضل المدرب المحنك محند إيدلقادي إذن الشوط الأول تميز بالمحاولات الجد لكلا الفريقين بحثا عن التجهيل وأهم ما شجل في هذه المباراة الصراع التكتيكي بين مدربي الفريقين مع تألق حارسي المرمى ودفاع الفريقين معا الشوط الأول انتهى بالتعدل السيب سفر لمثله بين الفريقين فريق الرجاء الذي كان يبحث عن هدف يمكنه من كسب نقاط ثلاث ليبقى متصدرا وحيدا لهذه المجموعة فريق المستقبل الذي يحق نتيجة التعدل ونقطة أمام المتصدر رجاء أقدير بالميدان إذن هذه المباراة كما قلنا جولتها الأولى انتهت بالتعدل السلبي سفر لمثله بين الفريقين رغم المحاولات الجد لكل الطرفين النصف الثاني من هذه المقابلة التي جمعت بين رجاء قدير ومستقبل المرصى نفس الإقاع تكتل اتفاعي كذلك وسط الميدان والبحث عن المرتدات أو الهجمات السريعة نظرا لتوفر الفريقين معا على لاعبين سريعين كما هو الحال للمستقبل اللعب أحمد ولفريق رجاء قدير اللعب سوبيان أنزي إذن الشوط الثاني لم يحمل أي جديد يذكر على مستوى النتيجة سوى اللجمات كما هو الحال بهذه الهجمة بوسط المستقبل لكن الشباك تبقى نظيفة لكلاء الطرفين لتنتهي هذه المقابلة بالتعادل سفر لمثل الإشارة فمقابلات هذا القسم لفرق القليم الجنوية فريق موردية طرف عياء حق الأهم الانتصار على أونمبي فوسبوك رعب هدفين مقابل هدف واحد وفريق موردية آسة نزمة بالميدان ضد فريق الاتحاد أيضا ملول بهدفين مقابل هدف واحد إذن نهاية هذه المقابلة بالتعادل سفر لمثله بين مستقبل مرصى ورجاء قدير الذي يصبح يحتل الرطبة الأولى مناصفة مع فريق موردية العيون إذن النتائج الكاملة نجاح سوى نزمة بالميدان إذن ضاودات قلعت بهدفين دون مقابل موردية تنازم بالميدان أمام اتحاد ايت ملول بهدفين مقابل هدف واحد أولمبيك مراكش تتعادل أمام بلدية العيون بهدف مقابل هدف موردية العيون تتصر على أدرال أتلانتيك سوى بهدف دون مقابل موردية طرفية تتفوق على أولمبيك فوس بقرع بهدفين مقابل هدف واحد ومستقبل مرصة رجاء أقادير سفر لمثاله هو اتحاد أزلال شباب تتعاد أجلت هذه المباراة إلى وقتين لاحق رجاء أقادير موردية العيون في الصدارة رتبة الثالثة ويداة قلعة سرغ لبهد عشر نقطة وراءها نجاح سوس موردية طفية بعشر نقاط نجم أنزة موردية العيون رجاء أقادير بلدية العيون شباب طاط نجاح سوس أدرار أتلانتك سوس اتحاد أزلال وأخيرا اتحاد أيتمل الأولمبيك مراكوش الآن القسم الوطني الثاني في جولته الثانية تميزة بمجموعة من المباراة من بينها المباراة التي احتضنها الملعب البلدي بالمرصة وجمعت بين نجم شباب المرصة وفريق جوهرة صحرقريمي وانتهت بالتعدل سفر لمثل المزيد في هذا الربرطاج وعودة للزميل في تصوير نيمة لمغيكري فريق نجم شباب المرصة يستقبل لفريق جوهرة الصحرقريمي المنتصر في الدورة الأولى على ودادة صمارة الفريق المحلي المنهزم في المقابلة الأولى ضد أولمبيك العيون دخل هذه المواجهة بحثا عن النقاط الثلاثة كما هو حال الزوار إذن صراع المدربين كل من الدخيل وحسون من الجوهرة الشوط الأول من هذه المواجهة تميزة بالتقتل الدفاعي والبحث عن القدر من بعيد وكذلك الكرات الثابتة لكل الفريقين جمهير جريمين التي حضرت لمساندة مريقها في هذه المواجهة إذن هنا موسى بالخير الذي كان خطيرا كما هو الحال بالنسبة للجوهرة بوسطة مجموعة من اللاعبين يتقدم عبد الحكيم البرديجي وكذلك رضا إذن التشبيب لجوهرة صحراء جريمين مع تدعيم الفريق بلاعبين دوي تجربة الجولة الأولى كما قلنا تميزت بالندية والصراء الكبير بين الفريقين لتنتهي هذه الجولة بالتعادل سفر لمثله في الشوط الثاني هنا كانت العارضة التي نابت عن مرمى حارس طريق نجم شباب المرصع الجولة الثانية نفس الإقاع نفس الأداء التعادل بسفر لمثله والنتيجة النهائية لهذه المقابلة لتصدر بذلك جوارات الصحراء جريمين شطر الصحراء فيما فريق نجم شباب المرصع أول نقطة قبل المقابلة المقبلة ضد نجوم أو سر ونهاية هذه المقابلة وسط أجواء رياضية بين الفريق أجواء تنظيمية مهمة تعرفها الملعب الأقاليم الجنوبية سلت نضو في أسبوع الماضي على المباراة التي جمعت بين شباب المسيرة وشوق قسم التادلة والاهتمام الأمني والتنظيم كذلك هذه المرة إلى مدينة طنطان والصور التي نتابع من التنظيم في مجالات دخول ولج الجمهور تنظيم محكم لكي تمر المنافسات الأحسن صورة تحسب لرجال الأمن بمدينة طنطان الذين يعني وفروا الأجواء المناسبة من أجل إجراء مباراة في كرة القدم أو التظاهرات الرياضية في أحسن الظروف وكانت متميزة بعضو جماهير لتشجيع فريقي واحترام خصمه ولكن الأهم هو مرور مثل هذه المباراة في أحسن الظروف من بين الذين يساهمون في ذلك هم رجال الأمن وكذلك رجال القوة المساعدة الكل ومشكورين على هذه الأشياء التي يقومون بها من أجل مرور التظاهرات الرياضية في أحسن الظروف وهذه الصور يعني تظهر الأشياء الإيجابية لأن الكل يساهم ليس فقط اللاعبون والحكام هم من يعطون يعني مباراة في أحسن الظروف والجمهور ولكن هناك مجموعة من المتداخلين الذين يساهمون في مرور مثل هذه المواجهات في أحسن الظروف وكذلك دائما مباراة شباب المسيرة تعرف دائما اجتماعات تقنية بالمرصة من أجل يعني مرور هذه المباراة وكذلك مباراة أخرى في أحسن الظروف المباراة التي احتضنها ملعب طنطان جمعت بين نهطة طنطان وأولمبيك العيون وانتهت تصوير بعدسة عبد الرحيم حجي ومحمد زكير طنطان كانت على موعد مع مباراة جمعت بين نهطة طنطان وأولمبيك العيون لكن قبل الخوض في مجريات هذه المباراة تمت قراءة الفاتحة على الفقيدة الزميلة رقي الحويدق رحمها الله ذن عودة لمجريات هذه المواجهة بين الفريقين فريق نهطة طنطان الذي انهزم في الجولة الأولى دخل هذه المباراة من أجل تحقيق النقاط الثلاث في هذه المقابلة والذي دخل بلاعبين مجربين بقيادة اللعب مصطفى هابع ومجموعة كبيرة من اللعبين الجماهير التي حضرت لمساندة كلا الفريقين استمتعت بأجواء هذه المقابلة التي مرت في روح رياضية بين الجانبين فريق النهضة الذي ضغط بكل قوة من أجل التجيل والذي عرف تألق حارس فريق الأولمبيك أنور وكذلك الدفاع بقيادة اللعب المخضرم أعمر حداد إبراهيب واللعب سعد كما هو الحال لدفاع فريق نهضة طنطان بقيادة القيدوم الجريفي واللعب يوسف إذن مقابلة استمتع بها الحضور الذي أتى لمساندة كلا الفريقين وطقع عليه كذلك الجانب التاكتيكي بين المدربين عبدالله البيضي للنهضة ومحمد داهي لفريق قلبيك العيون ثلاثي التحكيم من مدينة خريبقى من عصبة تادلة الجولة الأولى انتهت بالتعدل سفر لمثله نش السيناريو في أشعوط الثاني من هذه المقابلة هذه صافرات نهاية الجولة الأولى إذن النصف الثاني من هذه المقابلة التي مرت في أجواء تنظيمية كبيرة إذن النصف الثاني كما قلنا من هذه المواجهة التي جمعت بين مهضة طنطان وفريق أولمبيك العيون نفس السيناريو كرات متبادلة بين اللاعبين وهجمات منظمة لكلا الفريقين فريق المحلي الذي ضغط بخوة من خلالها مجرية النصف الثاني لهذه المواجهة وحوله وكانها قريبا من التشجيل في أكثر من مرة لكن تعلق الحارس هنا لمهاجم أولمبيك الذي كان ميم كان التشجيل لكن تجربة اللاعب عبد الرحيم الجريفي في أكثر من مرة حالت دون تشجيل هدف لفريق أولمبيك العيون لتنتهي هذه المواجهة بالتعادل سفر لمثله بين الفريقين وتمنى إن شاء الله في القادم الأفضل وإحنا عدنا ماش تنثبت مكانتنا في هذا القسم باش نخذ التجربة ونحق الصعود لما لا في القادم بإبن الله واشغل نقول لك المقابل دس المستوي يعني كانوا مجموعة من الفرص من الفريقين يعني كانت أغلبية الفرص كانت من عدنا يغار سؤال حد لما ساعدناش وكنتمنى إن شاء الله يعني في المقابلة التالتة كونتر فريق جوارات كلميم نجوب نتيجة إيجابية إن شاء الله وتمنى التوفيق لجميع الفرق في الصحراء والخصوص من عدد طانطان كيف ما شاهدت اليوم كانت مقابلة قوية نظرا فريق طانطان كان عزم باش لعبنا مقابلة الحمد لله في المستوى وراضين على أداء اللاعبين طموح دينا هاد العام إن شاء الله نحافظه على المكان دينا في مقدمة الترتيبة باش إن شاء الله العام الجاي نحاولونا نمتنوا الفريق ونحاولونا نصعدونا إن شاء الله نرجعوا للمكان دينا ضمن الفرق الأولى قسم وطني هوات إذن نتاج النهائية لهذا القسم نجم شباب مرسة جورة جريمي مسافر لمثل نفس النتيجة في مقابلات شباب الجنوب بوجدور شباب السقية الحمرة فريق نهضة طنطن ضد أولمبيك العيون ونهضة طرفية ضد جمعية حوزة تعدد هدفين مقابل هدفين نجوم أو سرد تفوق على شباب أخف نير بهدف دون مقابل نفس النتيجة تفوق بها فريق ودادة سمارة على نادي العرقوب هدف دون مقابل مواجهة الدورة المقابلة حوزة سمارة نجوم أو سرد نادي العرقوب نجم شباب المرسة شباب السق الحمر شباب أخف نير ولنبيك العيون نجم طرفية شباب الجنوب بوجدور وداد أسمارة جورة صحرق يميم ضد فريق نهضة طنطن الآن إلى مدينة أسمارة حيث نظمة بطولة في العدو الريف المدرسي المزيد عن هذا الموضوع مع عمر ميارة وانبارك البس طلقت مجموعة التظاهرات الرياضية تحضيرا للبطولة المدرسية المسطرة ضمن برنامج الجامعة الملكية للرياضة المدرسية حيث احتضنت اعدادية المسيرة الخضراء باسمارة أطوار البطولة الإقليمية للعدو الريفي بمشاركة تلاميذ وتلميذات يمثلون مختلف المؤسسات التعليمية تظاهرة تجندت لإنجاحها أطر وأساتذة التربية البدنية وكذلك مكتب الفرع الإقليمي للجامعة الملكية للرياضة المدرسية إلى جانب حضور فريق من الهلال الأحمر بالاسمارة مجهودة وعمل جماعي من أجل إنجاح هذه المنافسات وتضافر جهود الجميع لخلق أجواء تنفسها ملائمة لهؤلاء الأبطال الذين تألقوا في أول موعد نياضي لهذا الموسم وتمهيد لخوض غمار باقي البطولات وتمثيل إقليم السمارة بوله المشرف البطولة هي مؤهلة للبطولة الجهوية المزمع تنظيمها إن شاء الله في أواخر ونبر بالمدرية الإقليمية لسمارة ومنها إن شاء الله البطولة الوطنية التي ستكون بمدينة أقادير في أواخر شهر دجنبر فالتوفيق لجميع الأبطال الممثلين لمدرية السمارة والشكر الموصول لجميع اللجان المنظمة اللجان التقنية وكل القيمين على هذا النشاط الرياضي المدرسي تمت المشاركة من طرف جميع المؤسسات وكانت مشاركة مكتفة بجميع الفئات وتم تحديد التلاميذ المتواجين الذين سوف يمثلون إقليم السمارة في البطولة الجهوية في المقامة في العيون إن شاء الله ختم هذه التظاهرة أشرف المدير الإقليمي الوزارة التربية الوطنية وفعالية من مختلف الأطياف على توشيح صدور الأبطال الفائزين بالميداليات وتوزيع الشواهد كتحفيز للمزيد من البذل والعطاء والإعداد لباقي المواعيد والمنافسات نمقى دائماً بمدينة السمارة ومع الزميلين عمر ميراء وانبارك الباز هذه المرة لنهاية بطولة فضون الرياضات العضلية بالغابة الحضرية بمدينة السمارة تجربة جديدة للون الرياضي حديث النشع يعرف انطلاقته الأولى من مدينة السمارة والتي حظيت بترأس اتحاد الجمعيات الممارسة لهذه الرياضة والتي أطلق عليها اسم الكروس سيت حيث احتضرت الغابة الحضرية باسمارة نهائية هذه البطولة التي استفاد منها تلاميذ المؤسسات التعليمية الإعدادية على شكل إقصائيات بفضاءات وملاعب هذه المؤسسات لتصل إلى مرحلة البطولة النهائية المباريات توزعت عبر أصناف تعتمد على القوة البدنية وأخرى على العدو والتسلق وكذا الدفع وتحدي المنافس من خلال فريق يتكون من ثلاثة لعبين ثم تأهل لعب يمثل كل فريق لخوض المنافسة النهائية وتحديد الفائز بالبطولة التي أفرزت فوز ممثلي ثانويات ناضل الهاشم الإعدادية كبطل لهذه التظاهرة كانت منه أن هذه الرياضة تزيد القدام إن شاء الله وكانت هذه سابقة أنه يكون الاتحاد ديلاد الرياضة بمدينة سمارة وركم الشوم الجماهير أن الرياضة استهوتها وخصوصا أنه فيها روح ذي التحدي وفي هذا التحمول وفيها طول النفس يعني أمور لك تستحق أنه تشاهد وأنه تشجع هذا النشاط هذا كان أول حاجة كمبادرة من جمعية العزم ومبادرة من الاتحاد الوطني وقدرنا أحد جولبة بين المؤسسات الإعدادية لقد عرفنا لهم هذه الرياضة جل الاتحاد جل الكروسفيت وعرفنا على جميع مناطق جل الأغذية جل التغذية بالنسبة زائد حاجة أخرى عرفنا عليها جل هذه الرياضة وكذلك جل حمل أتقال وعلى بنية جسمانية ختم هذه البطولة تم توزيع الكؤوس والشواهد التقديرية على الفائزين في أفق تنظيم بطولة في هذا الصنف الرياضي بمشاركة أبطال من المدن المنظوية تحت لواء الاتحاد المؤسس لرياضة الكروسيت إذن مشاهدنا الكرام هذا الأسبوع سيعرف مجموعة من الأنشطة من بينها مقابلة شباب المسيرة نصف مرتون العيون الدولي الذي يحسب لرئيس نادي شباب الساقية الحمراء أباد باللهي مجموعة من الأنشطة من بينها مقابلة نصف النهاية لفريق النادي البلد بمدينة أقدير ضد فريق الاتحاد لفقيه بن صالح إذن هذه الحلقة خاصة نظرا لفقدان زميلة كانت رائدة في العمل الصحفي رقي الحويدة إن لله وإن إليه راجعون إلى الملتقى مشاهدنا الكرام مع تحياتي وتحيات الطقمين الصحفي والتقني لحلقة الليلة من برنامجكم الفضاء الرياضي ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا